مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا متابعين قناة ليلي تيفي الاعزاء النهاردة هنبدأ ملخص جديد وحلقة جديدة لمسلسل نسل الاغراب الحلقة رقم 3 والحلقة ملاينا احداث كتيرة تابعوني علشان تعرفوا ايه اللي حصل وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ احداث الحلقة نبدأ احداث الحلقة زي ما انتهت الحلقة اللي فاتت ان موجود داع السافو فرون جوه المركز وعلي بيشوف هم عايزين ايه علشان يوصل لحل ما بينهم وما يعملوش مشاكل في البلد وعساف بيقول للعلي ان انا عاوز مراتي وابني جليلة وابني حمزة مقابل ان انا ارجع ام غفران تاني فالكلام ده بيروح بسرعة علي يقول له الغفران وغفران بيداء جدا من اللي بيسمعه وبيقول له انا هكسر الحطة دي واروح اجيبه ويقول لي مكان ام فين قال له الكلام ده مش هيحصل طول ما انا موجود وهده بس كده ونوصل لحل وغفران بيقول للعلي هو فاكر ان انا لو رجعت له جليلة وحمزة قلت لهم روحوا اه هايبقوا عايزين اصلا يعيشوا معاه وما مش عايزين اصلا يعيشوا معاه بعد كده علي بيقول له هو ده الحل اه اللي هو عاوزه عساف مش هيقبل بحل تاني غير كده وبعد كده بنوحبها المشهد تاني في المسلسل بتاعنا هنا عم غفران واقف مع العمدة وبيقول له اه انت ما دخلتش جوه قال له لا هو عشان علي يعني يبقى اخويا اه انا هدخل انا واقف زي زيكم اه مستني اشوفهم هيعملوا ايه ولما نشوف هيوصلوا لحل ايه هما اللي اتنين انا علي رئيس المباحث بيكرر ان هما يعودوا مع بعض هما اللي اتنين علشان يشوفوا حل للمشاكل اللي ما بينهم وهنا اه عساف بيقول له انا لا يمكن اقبل بحل جير اللي انا قلته اخر كلام عندي اه تجيب حمزة وجليلة مراتي وبعد كده اه ارجع لك امك ده لو كانت عايشة اصلا قال له هي ام عايشة ولا ميتة قال له ما عرفش انا مقولتش ان هي عايشة وعساب بيكرر ان ده اخر كلام عنده وقال له شوف انت هتعمل ايه وده اخر كلام عندي ومش هقبل بحل تاني غير الكلام دوت وبرضه بنروح بقى المشهد تاني في المسلسل هنا بيروح اه غفران علشان يحكي الجليلة ايه اللي حصل بيقول لها انت مش عايزة تعرف ايه اللي حصل بتقول له لا مش عاوز اعرف بعدين غفران بيقعد يحكي لها قصة كبيرة ان هو بيحبها من اول ما شافها وعساف اتجوزها الاول واخدها منه وبعد كده لما رجعت له تاني اه كان فرحان فبعد كده بتقول له انت بتحكي لي الكلام ده كله ليه قال لها علشان اقول لك اللي حصل للنهاردة ان عساف عاوزك انت وحمزة اه مقابل ان هو يرجع لامي وشوفي انت هتختاري مين انت عاوز ايه ردت عليه وقالت له انا اختارك انت طبعا وولادي وبعدين بتقول له طيب انت بقى هتختار مين فينا فسكت ما ردش عليه خالص وراح تسايبها ومشع وهنا بقى بنروح لمشهة التاني في المسلسل بتاعنا هنا القصر بتاع الساف وهنا دي جاية تنظف القصر اه مقابل ان هي تاكل وتشرب وتعيش جوه القصر دوت وبعد كده هي متضايقة وبتقول له هو فين المكان اللي انا هععد فيه دوت وما فيش اكل ولا شرب ولا حاجة بعد كده بيقول له انا اتضافي وانت سكتة بنشوف هنا في المشهد ده ان علي بيتجهز الفطار لولدته علشان يفطرها قبل ما يروح الشغل وقعدة بتتكلم معاه بعدين بيقول له خلصي امي بسرعة علشان اه اه الم الفطار وارروح الشغل بتاعي وهنا في المحجر اه 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 اخو غفران بيقبض العمال اليومية بتاعتهم بعد كده غفران بيوصل اه عندهم بيقوموا طبعا علشان يكلموا بعدين غفران بيكلم اخو عساف وبيسلم عليه بيقول له انت كويس قال له طبعا انا كويس بعد كده بيروح بقى العمال بتنجي عليه وهنا بيقول لاخو خد بالك منه علشان هو هيبقى يقف مع اخوه وهيقلب علينا وفي المشهد هنا في القصر جليلة بتكلم ابنها وبتقول له اه لازم تبقى واقف مع ابوه فبيقول لها ابويا غفران بتقول له لأ انت عمرك ما تقدر تنكر ان ابوك هو عساف مش غفران مهما قلته مهما عمل وبعدين حمزة بيستغرب جدا من الكلام اللي هي بتقول له ده وبيقول لها انت مع مين يا امي قالت له انا معاك انت واخوك واللي عيشنا في امان احنا اللي اتنين بعد كده اخوهم بييجي يقف معاهم يتكلم وفي المشهد ده بنلاقي غفران رايح عند علي والدته بيقول للوالدته انت مرات عمي بس انا بحس انك زي امي وانا بحبك جدا وتعلقتي بيكي وعاوزك المعزة دي تفضل موجودة وتخلي علي بعد عن الموضوع دوت وشفتي علي عمل ايه انا بعد كده مش هعمل اعتبر لحد وفي المشهد ده بقى بنشوف اه هنا ارض الغجر اه هنا قاعدين سهرانين واقعد مع صاحبه وبيكلمه بعد كده بتيجي تقوله انت عاوز حاجة تانية تشربها بعد كده بتشوفه بقى بتتدايق من هما قاعدين مع بعض بتيجي بسرعة تقوله انت بتتكلم معها ليه بيرد علي ولا انا بحبك انت بتقوله طيب بتجوزني اعلى ما ينفعش الكبير الغجر يجوز غزية وفي المشهد ده بقى بنروح لغفران بيتكلم مع حسيب وام حسيب بتشتكي بتقوله ان حسيب هو اللي واع على الدرر في الموضوع ده كله بعد ما عساف خرج من السجن لان هو لان حسيب هو اللي طلق جليلة من عساف وبعد كده جوزها لك يبقى هو اللي يتحسب على كل ده بعد كده بيطمينه غفرانه بيقوله ما فيش اي حاجة من الكلام ده هتحصل وهنا بقى مرة تاتو جاين بيتكلمه معهم وامه بتقولهم ايه اللي انتو عاملينه دوت فبيقولولها واحنا ازواقنا مش عاجب ما ازواقناش مش عاجب فبيقولهم يا ريتكم ما ازواقته هو ده شكل وبنروح بقى المشهد تاني في المسلسل بتاعنا هنا اول عساف ما خرج من القصر بتاعه اه فيه اتنين ماشيين وراه علشان يرقبوه وبعد كده دخل في مكان ففضلوا برضو ماشيين وراه بعد كده خد بالو منهم وضربهم هما اللي اتنين وقال لهم قولوا للي بعيدكم ان هو لازم يبعت الف راجل عشان محدش هيقدر علي وفي المشهد ده غفران مستني المرسال ان الاتنين اللي كانوا ورا عساف هو اللي كان بعيدهم علشان يشوفوا عساف رايح فين ويعرف مكان امه مستخبية فين فبيقوله الطمن زمنهم جايين فبيرجعوله بقى مضربين وبقولوله ضربنا ومش عارفين اي حاجة ولا عارفين هو راح فين فبيداق من اللي عملوه دوت هو بضربهم تاني وبيبص بيلاقي ان جليلة واقفة بتتفرج عليه وشافت اللي حصل وهنا بقى في المشهد ده بنلاقي عساف راكب القطر وخارج من البلد وهنشوف بقى هو رايح فين فوصل عند بيت كده وبيخبط عليه ما حدش فتح له فخبط تاني وبتطلع له الست دي وبتتكلم معاه وبتستغرب بتقوله انت مين وعاوز ايه فبيقولها اسم صاحبه فبتقوله ده مات من عشر سنين بيقولها ازاي الكلام ده ده نسايب امان عنده قالت له امان ايه اللي انت سايبها فبيقولها كنت سايب واحدة امان عنده قالت له ازاي يعني كده بعد كده بيخبط على راسه وبيقول كده امك ماتت والمشهد ده بيكون اخر مشهد في الحلقة بتاعتنا واستنونا في حلقة جديدة وما تنسوش اللايك والاشتراك شكرا لكم باي باي